بس في واحد او اتنين او تلاتة او اي امكان قاعد في المسجد ما حتش بيه ما حتش حاس بيه خالص ما حتش حاس خالص وهو بيقول ايه رب الزنب اللي انا عملته مش هعمله تاني وعين الزنب او ما عينوش هو قاعد كده وقاعد ساكت وبيقول ايه انا تغيرت من جوه فانت ساكت بس جوه قلبك كلام ربنا يسمعه ربنا سمع ربنا يسمع دلوقتي منك ان انت بتقول انا عايز اتغير او انك بتصرخ بتقول انا هتغير خلاص هتغير هتغير انا اتغيرت يا رب لو مش هتغير ما تطلعنيش من المسجد موتني ببيتك دلوقتي انا مش هقد الزنوب برا خلاص اموت ونخلص وادخل الجاملة او يا رب مش عايز اقول كده اللهم احييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفاني ما كانت الوفاة خيرا لي يا رب سبتني يا رب انا عايزك انا اريدك انا اتغيرت بحولك وبقوتك يسمعها ويسمع صرختك ولو كلنا ما سمعناهاش اما يديم المضطرة اذا دعا بس فيه برضو واحد جنبه بيقول ايه غاير ايه دا ما غاير ايه هو الكلام حلو ماشي بس هو مش فاهم على فكرة ان فيه مجتمع وفيه اضغطه في حاجات مختلئ يعني هو عايزني ايه بالزبط انا مش فاهم انا مش عايزك على فكرة خانص انما رب سبحانه وتعالى هو اللي قال والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيم اشتركوا في القناة